في موضوع آخر حذرت الجزائر من أن الخطر الذي تشكله آفة الإرهاب على السلم والأمن الدوليين لا يزال عاليا ومن أن المجموعة الإرهابية تواصل إظهار المرونة والتكيف رغم الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة وفي كلمة له في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لبحث تأثير آفة الإرهاب على السلم والأمن الدوليين أكد المستشار عضو بحثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة عبد الكريم حميان أن القارة الأفريقية تعد الأكثر عرضة للأعمال الإرهابية خاصة في منطقة غرب أفريقيا والساحل وشدد الدبلوماسي الجزائري على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تصدي لآفة الإرهاب داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا المجال يستدعي دور الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد كل التقدير بما في ذلك من خلال الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب فإنه ينبغي زيادة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حيث يطلع الاتحاد الإفريقي بدور مركزي في التصدي لهذه الآفة فهو يمتلك القدرات اللازمة لتعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بما في ذلك من خلال لجنة الاستخبارات وأجهزة الأمن الإفريقية وكذا مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب علاوة على ذلك تلعب آلية الاتحاد الإفريقي لتعاون بين أجهزة الشرطة أفريطول دورا رئيسيا في منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود